السلام عليكم سعيدة بيلقياكم من جديد كنتمنى هاد الفيديو رقاكم بخير وعلى خير الفيديو ديالليم غدي نحضر معاكم حلوة رائعة جدا سهلة اقتصادية بيضة واحدة فقط كذلك سريعة في التحضير كتجيه شيشا كتدوف في اليد كما كتلاحظو حلوة ولا ارواح كنتمنى اخواتي تجربوها وتنال اعجاب ديالكم وكي العادة لعجبكم هاد الفيديو كنتمنى انكم توصلوا لأكبر عدد منا اللايكات وانتقلوا باش نتعرفوا على المقادير وكذلك طريقة التحضير فورجة ممتعة هناك ناخد واحد الاناق نوضع فيه بيضة كذلك نضيف كأس من السكر نعبر بالعلبة ديالياغورت كذلك نضيف كيس من السكر فانيليا مقادير سهلة وبسيطة وفي متناول جميع كذلك نضيف رشا من الملح لتصحيح الدوق ونخدم المكوينة مزيان طبعا البيض مع السكر مزيان طريقة سهلة مكوينة اللي بسيطة حلوة اللي كتجي لديها بزاف حلوة الزمل جميل هات الحلوة صراحة كتجي رائع جدا هنا كذلك غضي نضيف كأس من الزيت أكيد المقادير مضبوطة غضي نخليها لكم في صندوق الوصف بحاول أنني نمزج الزيت مع باقي المكونات طريقة ولا أسهل صافي هنا غضي نضيف الياغورت طبعا الياغورت اللي استعملت هنا بالنكهة ديال الباني هنا كذلك غضي نضيف الدقيق طبعا ما ننضيف الدقيق دفعة واحدة نضيفه تدريجيا هنا نضيف تلك السل الأول ثم غضي نضيف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات هنا كذلك غضي نزيد الكأس الثاني المجموع اللي اضفت حاليا زوج ديال الكوؤس صافي هنا غضي نحيد الخلط اليدوي وغضي نستمر نخلط أو نجمع الخالط بالأيدي ديالي هنا كذلك غضي نزيد الكأس الثالث الثالث يعني نستمر في إضافة الدقيق بالتدريج ضروري عجينة ما تكون عجينة اللي تلتسق في اليدين وكذلك ما تكون شقاسها باش نتحصل على واحد الحلوة اللي تجيه شيشة بالنسبة الكأس الرابع قدي نضيف غين نصف ديالو وكان هذا هو القاوم ديال الخالط اللي خسنا نتحصل عليه يعني عجينة ما كتلتسقش في اليدين كذلك ما قاسحش بالنسبة للطريقة كناخد واحد البلاستيكة كما كتلاحظوا وكنحاول أنني نبسط هكا هاد العجينة ديالي وطبعا ما نبسطوها شرقيقة يكون السومك ديالها يعني مش يرقيق وكذلك مش يغليط وبالنسبة هنا يا اخذت واحد طابع اللي يكون على هات الشكل هذا وضعته في الدقيق للأسف تحسبي كنت صور على الأسف كنت وقف الكاميرا مهيم قد نبسط هكا الخالي ديالي كما قد لكم العجينة تكون غليطة نوعا ما ما تكون شرقيقة واخذت هات طابع هذا وكنحاول أنني نوضع في الدقيق ونطبع على هات الشكل هذا أو كذلك ممكن استيعان نغي بالكاس كما تلاحظوا يعني ذيك العجينة اللي كاتش هنا مباشرة خذت واحدة المقلات اللي وضعت فيها واحدة الكمية ديال لسيت وخليت هات تسخون مزيان النار تكون متوسطة طبعا من جهدوش من نار وكذلك ما تكون ش النار مهيلة لجهد لنا غليت تخطف لنا معلى برات تحرق ومن الداخل تبقى معجنة وكذلك إلا قصطول النار بالزيت يشارب الزيت فقط النار تكون متوسطة ونقلوها على هات الشكل هذا حتى تاخد اللون الذهبي كما تلاحظ في الصورة ما كتاخد الوقت بالزيف ضروري النار تكون متوسطة باشتقل هذي الحلوة والطيب على خاطرها تتأخذ هذي اللون هذا الواضح أمامكم وهذه الحلوة هذي ما كتجي شرب على زيت ولا تشي حاجة كتجي رائعة جدا أخواتي غزعموا وزربوها أنا أكيد غدي تنال إعجاب ديالكم لأنها سهلة وكذلك بسيطة ما فيهاش قطرة المراحل والتعقيدات ثم نستمر بهالطريقة هذي حتى نكمل جميع الكمية راق تغطيني واحد الكمية اللي كثيرة وكي ما كتلاحظ هنا بعد ما كملتها كما كتلاحظ كتجي رائعة جدا بالنسبة لتزين كنت هنا بالمربة ثم كذلك نضح ها في جوز الهيند أو الكوك هنا ممكن كذلك توضعها في العسل وترش هكا بسيم أو جلجلان حتى هكا كتجي رائعة بالنسبة لتزين زين على حسب الرغبة ديالكم واللي كي بري كذلك هكا تكون مع السلاف العسل ممكن تغضغها في العسل وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي حضرت معاكم كما تلاحظوا تخرج واحد الكمية اللي كتير حلوى اللي كتجي هشيشة كتجي رائعة جدا كما تلاحظوا كتجي ولا أرواع إن شاء الله تجربوها أخواتي وتنال إعجاب لكم خصوصا أنها اقتصادية وبطبيعة الحال كالعادة قد نقسم معاكم باش تشوفوا يعني الشكل ديالها من الداخل صراحة كتجي رائعة كتجي هشيشة معلقة إن شاء الله تجربوها وتنال إعجاب ديالكم وكان نتمنى أنكم ما تبخلوش عليها باللايك ديالكم طبيعة الحال أعجبكم هدلا فيديو إلى اللقاء مع الجديد إن شاء الله